بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله رحب بكم أعزائنا الطلبة في محاضرة جديدة ونكمل شرح المادة اللي خذناها بالمحاضرة السابقة وصلنا لحد مصطعش Adjective Forms for Nationalities وذكرنا بأنه هناك ثلاثة نواع للدول عندنا كلمات تنتهي بالأن وكلمات تنتهي بالشيء وكلمات مختلفة مثل ما تشوفون قدامكم هنا عندنا في الموضوع يسمونه Pronunciation Help هذا حقيقة هذا الموضوع هو يتحدث عن النطق مع العلم إحنا كتابنا هو كتاب نحو فهذه المواضيع يعني نصيح تقولكم لا تقرونهم لأنه ما يجنب الامتحان ولا مهمات أصلا يعني فكرتهم أنه يتحدث عن النطق يعني مثلا الآم قال لك نقل ننطقى بأ والبي قال لك هذا الصوت صوت الإي والإت هذا هو صوت الإي اللي هو مثل الكسرة فأشياء عامة يعني إحنا ما يحتاج أن نقعد نقراها ونأخذ وقتنا بيها وأصلا هي ما تحتاجونها نهائيا فنصيح تقولكم لا تقرونني يعني مثلا قال لك لا الما السا فأشياء عامة يعني ما بيها أي فائدة ولا بيها أي شيء نقراها أيضا الآو الآن قال لك تنطق على شكل صوت الإيشواء يعني هذا أعتقد معلوماتي وأنتو كلها تعرفونها وأصلا إحنا ما أخذينها حتى من قال لك مثلا هنا مثلا هنا مثلا هنا هاي 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 شون تنطقها وإلى آخري فهذه الأمور لنقراها ولا نتقرب إليها لا من قريب ولا من بعيد لأن أصلا من نحتاجها يعني فأنا إزنت ساوند لايك إزنت شوفنا قيل لك كلمة إزنت شوف هذا ننطقها يصير يعني مع العلم إحنا موضوعنا هو كرامر يعني ما نحتاجه بيش أشياء يعني يعني مثل ما قلت لكم هذا الأشياء لا تجي ولا نتقرب إليها فإحنا مو كل الأشياء راح ناخذها لأن إحنا ندري بأنه كأشياء مو مهمة بالنسبة للبنكتشويشن أيضا مو مهم بس هو بشكل عام بشكل عام كل مواد الأساتذة يريد من عندك تنقيط لذلك موضوع التنقيط راح نشرحه بملزمة أنا مسوي ملزمة عن التنقيط وشلون تسوي تنقيط وإلى آخره حروف الكبيرة وإلى آخره هذا الموضوع إن شاء الله راح يكون فيديو بملفي يعني مو بالكتاب هو حتى بالكتاب ما بيعيشي قل لك الكلمات بداية كل كلمة حرف كبير أسماء الدول يكون حرف كبير مرات نحتاج نخلي فارزها بين ناط وجماعتها مرات نخلي كومة مرات نخلي سؤال على علامة استوفام فالأمور أعتقد كلنا إحنا ماخذينها ومتناولينها وتعرفونها أصلا أنتم هنا هذي فقرة 18 قل لك أسألة بعض الأحيان طالب يسألها أيضا هذي ما نحتاجها ولا نتقرب لها نهائيا لأنه أصلا هذي أشياء عامة يعني ما مرتبطة بالموضوع ما لتني أصلا فمثلا قل لك إنه صحيح إنه صحيح إستخدمها يعني هذا على موضوع التنقيط وإحنا موضوع التنقيط أصلا قلنا علي ما نحتاجه فهذه الأمور منهجكم بالجامعات العراقية ما مطلوب لتقرونها كل الجامعات وأنا متأكد من هذا الشي يعني أنا أتحمل مسؤولية أي سؤال ما لكم علاقة خطيئتكم برقبتي لتقرونها نهائيا شايف كل الأسئلة وكل الجامعات ما متحدثة على هذا الموضوع بس رح نجعله التمارين طبعا أيضا أكو تمارين يعني ما رح نحتاجها نهائيا وأكو تمارين كلش مهمة رح نتركز عنيها يقلك التمارين شوف إذا يحشيلك عن التمارين يقلك ذن التمارين تصممت لتصممت معلومات قائلك أسئلة عامة عندك وأشياء عامة وراح نستفاد من عدها بالأسئلة ونشوف خلينا نبدأ بأول التمارين يقول اخبر شيئا عن نفسك اخبر شخصا ما أو شيئا ما عن نفسك اخبر عن نفسك اخبر عن الدولة عن عمرك عن مستخدم عن مستخدم من يقول هنا احنا يريدك تستخدم أخبر لا أكثر ولا تحكي مثلا ايام يراكي ايام 20 انا عمر 20 ايام مثلا تحكي عن عمرك عن نفسك بس يريدك تستخدم الأفعال به أهم شغلة تحط أفعال به هذا بالنسبة للتمرين أكو واحد ما يقدر يحل هذا التمرين أكو واحد ما يقدر يحل هذا التمرين تمرين بسيط ويسأله كل مشكلة ما أبي طيب هنا يقول الاستاذ سوف تحكي عن بعض بعض الأشخاص في الكتاب تسأل لك لا تسأل لك هنا يقول لك علمات موجودة بالكتاب يعني قصداك واسئلة هاي الأسئلة صيغ من عدها أسئلة هاي الجمل سوي من عدها سؤال وانا علمتكم شلو نسوي السؤال نخلل الاس بالبداية مثلا نمطيك مثال قايل لك مستر ألين طول او شورت هل مستر ألين قصير يعني انا نكون السؤال طبعا نحن بالسؤال نحاول نغير هل هو طويل يعني عادة مرة سويه قصير أي شيء نو هي اسن يس هي اس وإلى آخر مثلا نقال لك مستر ألين طيب احنا هو هذا الجواب طبعا هذا الجواب انا ريد اسأل سؤال ريد اسأل سؤال عن مستر ألين شاقول انا ما اعرف مستر ألين شين هو انا ما ادري بي مستر ألين شين هو مثلا اقول هل مستر ألين تيتشار هل مستر ألين مدرس رح يكون الجواب لا لا اقول مستر ألين لبريان مكتبي صاحب مكتبة هل مستر ألين كايند هو جدا لطيف شو انا سويه السؤال اقول is he very kind yes he is مثلا is he is he مثلا كايند لطيف عكس عكس كايند مثلا خلي نقول نقدر نقول ساد حزين مثلا is he sad هي مو عكسه بس من عندها يعني she is good cook هي طباخه جيده اريد اسويه سؤال هم نفسه حاله و الى اخره طيب نجي على التمرين الثاني بالنصب الى التمرين c يقول make negative statements the following and affirmative about past اريدها نفي بالماضي بيلس روم وز large شلون اسويها نفي رح تقول بيلس روم وز not large بس تخلي ناط هاي التمرين كله بس تخلي ناط كله التمرين هذا بس نجيب نخلي ناط مستر آلين وز sick مستر آلين وز not sick she was weak she was not weak she was unhappy she was not unhappy she was not unhappy طيب هذا التمرين كلش مهم تمرين دي كلش مهم يقال لك make information questions كون سؤال معلومات اريدك تكون سؤال معلومات تكون سؤال معلومات طيب يقول هنا قيل لك بيكر هنا البيكر شنو انا نطيت يعني يعني بيكر هنا هو الفاعل العاقل احنا لازم انا نطيتكم البارحة الادوات التي نصيغ بهن سؤال و قلت لكم هاي الادوات كلش مهمة طيب مثلا عندي مستر بيكر is a chemist كيميائي اريد اكون سؤال راح استخدم الهو يابا ليش استخدمنا الهو لينعاقل مستر بيكر راح نحذفه ليش لان الشيء نسأل عنه نحذفه كتبوها ملاحظة يومكم كتبوها يومكم ملاحظة يجب حذف الاسم الذي نسأل عنه عند تكوين السؤال يجب نحذف حذف الاسم الذي نسأل عنه عند تكوين السؤال طيب منريد اكون سؤال لازم انتبه على شغلة مهمة جدا شنه هي وهي حذف الشيء نسأل عنه مستر بيكر حذفته صارت هو از كمست طيب مستر آلن از اوي اوي معناها بعيدا راح اقول وير راح اقول وير از مستر آلن طبعا اللي از رجحه بالبداية لان سؤال وير از مستر آلن يابا اوي وينها اوي حذفناها لان احنا قلنا الشيء نسأل عنه لازم نحذفه الشيء اللي نسأل عنه لازم نحذفه طيب سيلو از شاينيز هو صيني طيب هو قايل يسأل عن سيلو شنو راح اسأل راح اقول هو از سولو نعم هو از شاينيز هو از شاينيز حذفنا الفاعل وخلينا الهو من هو سولو هو شاينيز هو سولو من هو الصيني هو سولو هير روم از لارج غرفتها كبيرة هير روم غير عاقل راح نقول وات از وات از لارج هير روم وات از لارج هير روم از نير ذا لاي فلاري بالقرب من المكتب اش راح اقول راح اقول وير از ات خلي الوير بالبداية وير از ات هس اريد اسألكم من هو يحلي بيكنيك اتنون يلا حلو ليها بيكنيك اتنون يلا اريد حالها اريدك تكوين لي سؤال بيكنيك اتنون والشي اللي تسأل عنه اتنون اذا اذا من تريد تحل الجملة اش راح اصير هاي الجملة ولا تنسى اعلامة الاستفهام لا تنسى اعلامة الاستفهام خلصنا من هذا التمرين دعم نخلي اعلامة الاستفهام بس هنا انا شوية واحد مستعجل 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 انا احبت اذكركم بيها لا اعفت سيدك سيدك الله يسلمك تمرين اي يقول الاستفهام الاستاذ ما تكره اذكر فتش بالغرفة اعيد الكلمة اعيدها وحط الا حسب السياق مثلا الاستاذ قال لك قال يعني كلمة استاذ احنا عرفنا قلنا لذي هي تستخدم لي ان اعرف يعني مثلا انطيكم جملة وانتو راح تقيل لي ها نحط لها ايه انا نحط لهذه انت انت راح تعرفها مو انا مثلا قال لك مثلا سيتيودنت سيتيودنت مستستدي طالب يدرس هنا طالب انا اعرفه ما عرفه يا طالب راح اقول اه راح اقول اه مثلا اقول يستردي البارحة اي مت انا التقيت سيتيودنت فراغ قبل السيتيودنت قال لك اه لو اه لو ذي هو اي انطيني مجرى سيتيودنت هو هو اللي كان الأول على الدفعه يعني انه يجوزه عرصة لا ها هو الطالب الاول على دفعتك اي عرصة انت تعمل اذا تعرفها تقنع لدي ذا ذا الان ملاحظات في الدرس السابق تمرين اف اي قول تيل هاو يود ادريس الاتر هنا قيلك يعني احتي رسالة الصديق اليك يعني شون تحتي لها رسالة هاي مال الادرس مال العنوان لما قلت لكم الجدول وشون تقول السيد مستر وكذا والى اخره يعني دكتور تحتي للعنوان مالتا وتذكر له يعني هاي التفاصيل مجرد ان انت راح توضح له تذكر له وفقا للجدول اللي احنا مخلينا اللي يقول البداية قلنا اللقب مالتا بعدين اسمه بعدين اسم العائلة تذكرون لو لا طيب نجي على عشرين نعم عشرين هذا هذا التمرين مو مهم لا تقلون صراحة غير اجتمنى لا تقلون اكثر شي ركزولي على صيغة السؤال تكوين السؤال كلش مهم هذا السؤال طيب نروح على عشرين بعشرين ايش قايل قايل الاسايمنت واجب فور ار ار فور رايتنج لكتابه قال يومي دن دي كلاس اف دير از تايم ار هوم ار زوم وورك اخلذ اسايمنت رايت افارغراف اكتب انشاءه عن صديقك واستخدم الاس والار والام يعني ما معقول الاستاذ يقول لك اكتب الانشاء عن صاحبك او صديقك او اكتبه عن صديقك يعني اذا جاب لك اياه هذا مساعدة يعني ما تعرف تقول الصديقي كسلان ما تعرف تقول الصديقي ما يقرأ وما تعرف تقول اه انت حطك جملة يعني انشاء جملة بسيطة جدا يعني هذا الكتاب انت تبعون علي عملاق بس هو ابسط من عندما اكو اغلب الاشياء سخيفة وحشو ما معنى ما نحتاجها يعني اصلا تمرين هاي نقطة سيوهمة يقل لك اكتب خمس جمل عن ياس نو كوسشين يعني از هي هاي ما ليس نو كوسشين مو سؤال معلومات ياس نو كوسشين يعني مثلا نقول از شي شورت از احمد ستيودنت و الى اخره اكتب خمس جمل عن ياس نو كوسشين يعني ممكن يقول لك كون لجمل هذا تمرين سي وتمرين نقطة دي هم جاب لك اياها لا لا اكو جامعات يجيبونا والله اكو جامعات يجيبون بس صغال بس صغال بس صغال بس صغال ايه هنا عندك بتمرين دي اقول اكتب خمس جمل واستخدم هاي الادوات هاي الاسئلة ترى ديرباركم عليها ممكن تجيبونا يعني ممكن الاستاذ يجيبلك هذول ادوات خمسة وقال لك كون لي اعداد سؤال كون لي السؤال من خلال ذوله الهو مثلا نقول هو از احمد من هو احمد من هو احمد وات از ذا مثلا وات از ذا مثلا وات از ذا مثلا وات از ذا مثلا وات اين علي وين از ذا اكزام متى موعد الامتحان هذان نقول ليتهم ممكن مكون عليهم سؤال السؤال منا ادنا ادنا اكتب خاطئنا السؤال احدث عن حسابات تكسط ادع قادمة تتكسط استخدم الخطاكشوات تكون محضرة هنا اخبرك اثنان اتقول ليت جورج اثنان اه اخبرك اذا كنت جورج اخبرك من أنه اخبرك اخبرك لكن ماذا؟ اختصرها لا تنطي جواب كامل هو قال لك اختصرها استخدم الاختصارات مثلاً أين هو سولو؟ ومن هو برافيسور مايلر؟ من هو برافيسور مايلر؟ وهذا جواب ما معروف انت براع اسئلة عامة هل انت كثيرة؟ هل هي قصيرة؟ نعم من الجوابه انت نقول انت اس لنقل انت اختصاره تمرين بي يقول اخواني ثم صغير سؤال فريز بمعنى اصغير عن واحدة من هذه الجمعات تكست بوك من يقدر ينطيني سؤال عن التيكست بوك؟ ها يلا تكتوري عن قطر؟ واحد أريدك سؤال؟ أريدك تسأل سؤال سؤال معلومات أفضل عن التيكست بوك تكتوري عن ضيف واحدة الثانية الخمسة وين الثانية؟ حسب الأداة مثلا تيكست بوك عاقل و جماد جماد واجه طيب نقدر نقول ما هو التيكست بوك؟ ما هو التيكست بوك؟ أو نقدر نقول ما هو التيكست بوك؟ أين هو الكتاب؟ واضح؟ مثلا التجذب التمارين نقول ما هي التمارين؟ أو أين هت المدارين؟ أين هي التمارين؟ ميستر ميلرس نعم نعم بعد فتح عندك مثلا بروفيسور باكر أين هو بروفيسور باكر؟ ماذا هو؟ ماذا هو؟ أين هو بروفيسور باكر؟ مفضل وإلى آخره تمرين سي لا تقرونه يقول اكتب بارغراف ما تجي كيش اشياء يعني هذا بالنسبة لي التمارين اليونت الاول خلصناهن وقفلناهن يونت سهل وبسيط واسهل من عندماك والله العظيم ورب العالمين سخيف يحتاج لعشر دقائق زايدة بي فاستخناه اليونت تفصف انتهى هذا الموضوع انتهى قلنا له الله براك